بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحذلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الأذي ولا القنائد ولا القنائد ولا آمنين البيت الحرام يمتغون فضلا من ربهم وردوانا وإذا حللكم فاصطالوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدب ونحم الخنز وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والمتردية وما أهل لظيم الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقصنوا بالأزنام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورقيت لكم الإسلام دينا فمن الضر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سيع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر من الإيمان فقد حمط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وانسحوا لرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أهل منكم من الغائق أو لا مستم أو لا مستم النساء فلن تجدوا ماء ففينبموا صعيدا طيبا فانسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم ومن فاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السنور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ إِلَّا إِلَّا إِشْهَرَاءَ بِالْقِسِطَ وَلَا يَجْرِمَنْ لَكُمْ شَبَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِنُوا يَعْدِنُوا هُوَ أَقْرَبُوا لِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَمِيرٌ بِمَا تَعْمَنُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَرْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ والذين كفروا وكذبوا لآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اِعْمَدَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَمَّ قَوْمٌ أَيَّا وَصُفَرُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ بِيْثَا قَبَلِ إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَي عَشَرَ مَقِيمًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعْتُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسْلِي وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ولأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقَرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لَأُكَفِّرَنْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّمِيلِ فَبِمَا نَقَضِهِمْ نِفَاقُهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاصِيَةً يحرفون الكلم عن مواقعه ونسوح الظن مما ذكروا به ولا تزال تطنع على خرائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرئنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا إما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي بإله من اتبع رضوا بهم سمن السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح من مريم وأمة ومن في الأرض جميعا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح من مريم وأمة ومن في الأرض جميعا ولله أن يهلك السماوات والأرض وما بينهما يخرب ما يشانا والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحت أبناء الله وأحبناءه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على ففرة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال منسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتنكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولل ترتدتوا على أدباركم فتنقلبوا خاصرين قالوا يا منسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قالوا جنان من الذين يخافون أن أعمى الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم خالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا منسى إنا لن ندخلها أبدا ما دابوا فيها فذهب أنت وربك فقاتلها إنا هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسخين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يديهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسخين واتلوا عليهم مأبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصدي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثني وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتلهم فأصبح من الخاصرين فبعثه الله هرابا يبحث في الأرض ليرينه كيف يماري سوءة أخيه قال يا ويلتنا أعجزت أن أكون مثل هذا القراب فأغيري سوءة أخيه فأصبح من النالمين من أجل ذلك كتبنا على مني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسلفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقدلوه أو يصلبه أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خسوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مكيم والسارك والسارقة فقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا مكارا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تبلك له من الله شيئا أولئك الذين لم يهد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضررك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسزموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهدها فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح حصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعنس من مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تدمع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليمنوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله ورجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تدمع أهواءهم وحذرهم أن يفتموك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصر أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصر أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسالعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي للفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم آدمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ونسع العليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتغل الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا وأعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذواها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقلون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسطون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مفعوبة عند الله بل لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شعروا مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثير منهم يسايعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحق لبئس ما كانوا يعملون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة أن ينفق كيف يشاء وليزيدن كثير منهم ما أنزل إليك من ربك قخيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغطاء إلى يوم القيامة كلما أوقلوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم سواء ما يعملون يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ مَنْ لِهُمَا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا مَلَّغْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْصِرُكَ مِنَ النَّاسِ إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب نستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل قل يا أهل الكتاب نستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزئذن كثيرا منهم وما أنزل إليكم من ربكم ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هالوا والصابئون وهم صاما آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا بإنفاق بني إسرائيل وأرسينا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا بهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعلوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم علوا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهم من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النهار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله فالف فلافة وما من إله إلا إله واحدة وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلق من قبله الرسل وأمه صديقه وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو الصديق العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعب الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن كر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيه وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبيه وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عدوة للذين آمنوا اليهود والذين أشعقوا ولتجدن أطربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما أعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخذنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحقها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعقلوا إن الله لا يحق المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقلتم الأيمان فكفارته إطعام عشر في مساكهم من أوسق ما تطعنون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبها فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصار والأسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأسلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغطاء في الخمر والميسر ويصدكم عن فكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأبيع الله وأبيع الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن نبع على وصولنا البلاه المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليمنوا أن نككوا الله بشيء من الصيد وعيد تنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتبى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا من بالغ الكعبة أو كفارة قعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق ومال أمره عفى الله عما سنف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حعما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك يتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله كل شيء عليم يعلموا أن الله شهيد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشعاء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سأل يا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من طل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فيلبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحمسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إما إذا لمن الآثمين لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إما إذا لمن الآثمين فإن عفر على أنهم استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتبئنا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق بنطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه وتبرئ الأكمة والأبرص بإذنه وإذ تخرج الموتى بإذنه وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحلت إلى الحواليين أن آمنوا به وبرسوله قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواليون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صزفتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورسطنا وأنت خير الراصفين قال الله إني أنزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس استخذوني وهمي إلهي من دون الله ورد سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلتهم فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الهيوب ما كنت لهم إلا ما أمرتني بإني أن يعدل الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء من شيء إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصالقين سزقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير